بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء الطلاب وطالبات الصف السادس ابتدائي من معاهد وبرامج التربية الفكرية في درس جديد في مدى التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم راح يكون التصويب من الثبات في كرة سلة في الدرس رقم ثلاثة يا أبطال قوانين التعلم عن بعد يا أبطال أكيد كلكم عرفتوها حفظتوها أول قوانين دائما يا أبطال نجهز كتبنا وأدواتنا التي نحتاجها قبل بداية الدرس نستمع إلى المعلم أو المعلمة بكل تركيز أيضا نتابع الدرس حتى ننتهاء الوقت مخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة يا أبطال أما بالنسبة لفوائد مارسة النشاط البدني أكيد أن ممارسة الرياضة تنعكس على حياة الفرد الصحية فترفع من مستواه اللياقية أيضا تحسن صحة عقل ومزاجة وتظهر شكل جسم بشكل جميل ومناسب وتقي بإذن الله من أمراض عدة كالسمنة والسكر وأمراض القلب كفان الله وإياكم شرها وتخليك قادل على ممارسة جميع أعمارك اليومية خصوصا الرياضية رسالة إلى أولياء الأمور الأفاضل أكيد نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم وأكيد بما نتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة كلكم أبطال ومتحمسين لأداء الأنشطة الرياضية على القدمين قف نابسين الزي الرياضي وقفين في المساحة الآمنة أول تمريين الجري الخفيف في المكان مع بعض تمريين جماعي ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال نتهنا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني وهو تمرين سكوات النزول بعدة واحدة والصعود بعدة كاملة نفتح القدمين بشكل هذا وريدين أمام مقدمة جسم لحفظ التوازن تمرين جماعة يبتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل من التمرين الأول ننتقل من التمرين الثاني ننتقل للتمرين الثالث وهو العضلة الخلفية للفخت من خلال قدم واحدة نبدأ بالقدم من يمين عدم ثانية هي أبطال حتى نحصل على الفائدة كاملة تكون ممدودة بالشكل هذا والنزول والثبات لمدة عشر ثواني جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمس ست سبع ثمان تسعة عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل التمرين الأخير للعضلة الأمامية للفخت من خلال الاتكاع على جدارة وعلى جسم ثابت باليد الحرة واليد الأخرى تسحب القدم حتى تشعر بالعضلة الأمامية للفخت جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشر النوم الكافي والمبكر ليلا تناول وجباتك في أوقاتها فطور وغداوة عشاء ويكون أكل صحي وفي المنزل تناول أو شرب كميات كافية من الماء يا أبطال طوال اليوم حتى لو لم تشعر بالعطش فمن العادات السيئة أن يشرب الفرد الماء أثناء العطش فقط يا أبطال بل يجب عليك شرب الماء طوال اليوم حتى تعوض السواء اللي يفقدها الجسم خلال عملية التعرق خصوصا أثناء ممارسة الأنشطاء الرياضية بعد ذلك مارس الرياضة وتعيش حياة صحية سعيدة دائما يا بطل دعونا نرى درسنا لهذا اليوم ماذا يقصد بالتصويب في كرة السلة هو محاولة التصويب اتجاه البرج أو سلة الفريق المنافس لتسجيل النقاط نذكر قبل دائما يا أبطال هذه كرة السلة حجمها بالشكل هذه أبطال أكيد حجمها جدا كبير وزنها جدا عالي حتى نسيطر عليها دائما نحاول أغلب المهارات الأمر المهم يا أبطال يجب أن نعرف أن كرة السلة قانون جدا واسع يا أبطال وأحيانا يكون محدث أو متغير لكنها لعبة جماعية أن يبلغ عدد لعبيها خمس لعبين لا تبدأ المباراة إلا بوجود خمس لعبين كرة سلة للفريق الواحد وأيضا تسجل النقاط من خلال ثلاث حالات أبطال من خلال التصويب من خارج القوس للفريق المنافس وتحسب بثلاث نقاط أو من خلال التصويب من داخل القوس وتكون من خلال حسبتها نقطتين يا أبطال أو من خلال التصويب الحرة أو الرمية الحرة أو ما يسويه بمسمى الرمية الجزائية تكون من خلال نقطة واحدة يا أبطال فيجب عليك معرفة القانون ربطة بالجانب المهاري حتى تصل لمستوى عالي يا بطل التصويب من الثبات يمكن أداء التصويب من الثبات في كرة سلة من خلال اللعب المستمر أو من خلال الرمية الحرة يعني عندنا يا أبطال حالتين قد أستلم الكرة وبعد ذلك أصوب بشكل صحيح أو من خلال الرمية الحرة بالوقوف بشكل صحيح والاستعداد ورمي الكرة بشكل صحيح اتجاه البرج لتسجيل النقاط لكن من خلال اللعب المستمري يا أبطال يكون حسبة النقاط إما نقطتين إذا كانت داخل قوس وثلاث نقاط إذا كانت خارج القوس أما إذا كانت رمية حرة كل رمية بنقطة واحدة يا أبطال تصويب من الثبات من وضع الوقوف مواجهة للسلة مع تقدم إحدى القدمين أو تباعدهما بجانبا باتساع الصدر مثلا ما إحنا شايفين بالصورة هنا يا أبطال تقدم أحد القدمين زين وتكون مفتوحة باتساع الصدر وتكون مواجهة للسلة يا أبطال وتمسك الكرة باليدين وأكيد تكون الكرة أو اليدين مفتوحة على الكرة للسيطرة عليها لكبر حجم كرة السلة يا أبطال اثنين حمل الكرة باليدين ورفعها أمام مقدمة الرأس وبقاء الجدع مستقيما والركبتين مثنيتين نشوف هنا الركبة مثنية أيضا الكرة أمام مقدمة الرأس مثلا ما إحنا شايفين بالشكل هذا يا أبطال عدي المهار يا أبطال كل خطوة خلونا نأديها مع بعض حتى لو لم تكن لديك كرة دائما حاول وكأنك تملك كرة يا أبطال وكيدا تكون فاتح أو منتقدم قدم على الأخرى النظر اتجاه البرج تمسك الكرة باليدين وترفع أمام مقدمة الرأس وتثنى الركبتين قليلا هنا إذا أدينا الخطوات بالشكل هذا وبالتدرج هذا يا أبطال نستطيع التدرج في أداء المهارة ونأديها بشكل صحيح يا أبطال وضع الكرة على أصابع اليد الرامية مع ثاني رصغها للخلف واستناد الكرة على اليد الأخرى وثاني الذراعين مع المرفقين والعضدين العضدين المقصود فيها هنا يا أبطال تكون موازية أكيد للأرض يا أبطال طيب أداء المهارة بشكل بسيط كلنا نقدم قدم على الأخرى نواجه السلة نمسك الكرة باليدين ثم ترفع الكرة الأعلى بعد ذلك يا أبطال توضع الكرة على أصابع اليد الرامية واليد الأخرى تسند الكرة بالشكل هذا يا أبطال اليد الأخرى تسند الكرة وتكون اليد الأخرى تمسك الكرة بالشكل هذا مثل ما احنا شايفين يا أبطال تكون مفتوحة وتكون أمام مقدمة الرأس وتثنى من خلال ركبتان تكون مثنية تكون يا أبطال اليد تثنى من مفصل الرزق والعضد يا أبطال يكون موازي للأرض يا أبطال خطوة التي تليها مد الركبتان والذراعان أماما عاليا مع دفع الكرة اتجاه سلة بحركة خاطفة من المعصم يا أبطال مثل ما احنا شايفين هنا يا أبطال تمد الكرة بالشكل هذا إذا وقفت بشكل صحيح قدمت قدم على الأخرى ثنية الجذع الأمام قليلا ثنية الركبتين الكرة أمام مقدمة الرأس أكيد اليد تعود للخلف بالشكل هذا يا أبطال بعد ذلك يتم دفع الكرة تجاه البرج بالشكل هذا يا أبطال نعيدها مرة أخرى قدم متقدمة عن الأخرى تثنى الركبتين قليلا الكرة أمام مقدمة الرأس اليد تثنى من مفصل رزق اليد وتدفع الكرة تجاه البرج بحركة خاطفة يا أبطال نشوف هنا نموذج نشوف كيف القدمين متجاورة أو قدم متقدم عن الأخرى يا أبطال بعد ذلك التصويب اتجاه البرج يا أبطال نشوف كيف يثني الركبتين نشوف كيف النظر لبرج السلة يرفع الكرة أمام مقدمة الرأس نشوف كيف يثني رصغ اليد يا أبطال ثناء رصغ اليد حتى ترمي الكرة بشكل خاطف حتى تصل إلى البرج وبعد ذلك المتابعة بعد خروج الكرة نشوف يدينا تتجه الأمام بعد خروج الكرة يا أبطال اتجاه البرج نشوف نموذج آخر كلهم يثنون الركبتين تمسك الكرة يد تسند الكرة ويد خلف الكرة مع ثني الرزق شايفين كيف يثنى الرزق يا أبطال ونشوف كيف أداء الرمية بيد واحدة يا أبطال نشوف كيف يثني الرزق نشوف حركة اليد يا أبطال نركز على حركة اليد بعد ذلك نشوف كيف حركة اليد وخروج الكرة بشكل صحيح نشوفها مرة أخيرة قدم وتقدم عن أخرى ثني الركبتين النظر اتجاه البرج تسند الكرة باليد الأخرى وكيف ثني مفصل الرزق ورمي الكرة بحركة خاطفة من رزق اليد يا أبطال نشوف هنا بشكل سريع أداء رمية حرة بشكل صحيح يا أبطال ثني الركبتين رمى الكرة بشكل صحيح خروج الكرة يا أبطال أيضا من خلال حركة اليد بشكل خاطف يا أبطال نشوفها هنا يا أبطال رمية حرة أحد أشكال التصويب من الثبات في كرة السلة هنا تحسب النقطة يا أبطال تحسب بنقطة واحدة من الرمية الحرة نشوف بعد خروج الكرة مد الجسم من ركبتين عاليا يا أبطال توصيات أكيد يا أبطال التدرد في أداء المهارة ما نحاول نرمي الكرة دائما اتجاه البرج بشكل سريع يا أبطال نؤدي الخطوات الفنية كما ذكرناها حتى نصل للمستوى المطلوب لأداء المهارة استخدام أدوات مناسبة لأداء المهارة استخدام كرة مناسبة يا أبطال وتؤدي المهارة من مكان قريب حتى تؤدي المهارة بشكل صحيح أداء المهارة بشكل مستمر حتى يتم إتقال مهارة يجب عليك دائما الاستمرار في أي مهارة سواء كانت التصويب من الثبات أو أي مهارة في أي رياضة أخرى يا بطل حتى تحافظ على مستوىك في أداء المهارة يا بطل مراجعة دائماسنا هذا اليوم يبلغ عدد لاعبي كرة السلة خمس أم ست لاعبين لكل فريق ذكرناها في بداية الحصة أنه لا تبدأ المباراة إلا بوجود كم يا أبطال شوف الإجابة مع بعض خمس لاعبين لكل فريق يبلغ عدد لاعبي كرة السلة خمس لاعبين لكل فريق يا أبطال السؤال الثاني الفيديو المرفق لمهارة التصويب من الثبات أم الوثب أكيد نعرف مصطلح الوثب وهو القفص عاليا يا أبطال أو القفص لأداء الهبوط يا أبطال بشكل صحيح فأداء المهارة هنا نشوف القدمين لا زالت على الأرض وأداء المهارة أكيد كان من الثبات وليس من القفص فالفيديو المرفق يا أبطال لمهارة التصويب من أبطال من الثبات في كرة السلة في ختام الدرسي أبطال أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا استمتعتوا معنا في درسنا هذا اليوم أستودعكم الله لذي لا تضيع دائعه في أمان الله